السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم حبابي في قناة ومشاهد وطيارها نرده باذن الله زي ما انتم شايفين كده طبعا كان فيه من مبارح هو جامج جدا جدا على السطح درجة ان انا طلعت بتلاقيت البطة اللي رأدم مشمع من عليها مشال والبطة خارجة برا فوسط البط بصوا والحالة بصوا كانت تقرف يعني انا كمان قفلت العشاش والعشة ديات اللي فيها الروم والفراخ اه عاوز اقول لكم كمان برضو طلعت اتلاقيت الفراخ كلها على السطح بس الروم كان لسه في قلب العشة فكان بصوا بهدلة من الصبح وعشة الحمام كده زي ما انتم شايفين من بهدلة والمشام اللي عليها طير في الارض وكل حاجة اه فبوزيكة زي ما انتم شايفين اه وقف كده يزبطها بقى طبعا ويعديلها عشان طبعا فيه حمام مطلع اه في قلب العشة فحب كده ان هو يقف طبعا عشان حرام ديروح برضو مهما كان وقف برضو كده يعني قطر الف خيره والله من الصبح وقف كده ايه بدأ ان هو اه يعد اللون كده مشمع ويحطه على قد العشة ديك كده زي ما انتم شايفين وكمان عاوز اقول لكم انا تلقيت في العشة بتاعت الحمام من تحت شايفين طبعا ان في عينتين كده من هناك خالص مفتوحين العيون دي موصلة لاخر العشة اه فكاد ساعات الفراخ بتخشه بيت كده جوه بس ما تخيلتش خالص ان البط هو اللي بيت جوه فماشاء الله ماشاء الله ربنا يبارك يا رب عاوز اقول لكم ان انا اتلاقيت جوه مفجأة جميلة جدا 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 جوه هتشوفوها دلوقتي اه بس طبعا هو كان بقى ايه ابو الزكا كان ندهلي بحيث ان انا ارفع معاه العشة اه عشان يحط المشمع كده ويزبط العشة كده علشان طبعا ازا غليل اللي في المامتهم قاعد عليهم دولة ما يموتوش طبعا من البرد وكده لان كان فيه هوا جديد جدا يعني الحمد لله اعوز اقول لكم كمان ان انا كنت مخرجة جميع البط بتاعي برا اه لان طبعا ما فيش عندي مكان دلوقتي في العشة شفاضي في عشة اللي هي ديت محطوط عليها اللي محطوط عليها للشولة دي جوهها الفراخ والرومي والتانية محطوط فيها الفراخ البيضة والعشة الثالثة طبعا البطة رأدى فيها الوحيدة اه طبعا انا هعمل لها حاجز كده علشان يرقب برضو بطة معاها جوه بس مش دلوقتي يعني انا مستنيها بس شوية كده جو يخف عشان اقدر ان انا اه ابقى متواجدة معهم على السطح وان انا افكر في حاجة بحيس ان انا اغطى على البطة ديت ولما دخل الدكروني تات تانين البطة ما تقومش من على البيض فزي ما انتم شايفين طبعا بقى ان كنت عاملالهم الصبحة اكلي دافي عشان فيه ناس بتقولي انت ازاي بتأكلوا بتفطروا طيورك دشيش انا بفطر الطيور بتاعتي جميعا كلهم بفطرهم خضرة 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 من عندي فوال بتطلع من تحت ايدي مع عيش ناشف بقى بيطلع برضو بتاع سندوتشات من عندهم عشر طماطم بوقع طماطم وبصل اه وكمان بطاطس وكده يعني اه بتبقى حاجات كده مشكلة وبحطرهم كمان الاكل بيبقى فايد من عندي من البيت اول حاجات اللي هي هرسة البيت دي بتاعت الصبح اه تاني حاجة بقى انا بديهم العصرية دشيش دشيش يا جماعة اللي انا بأكلوه لهم مش دشيش من اللي انتو فاكرينها اصفي ناس داخلت سالية نقلتلي ازاي بتفطرهم دشيش اه مش هو كده يعمل لهم سمين وكده ما يبودوش يا جماعة دشيش اللي انا بأكلها لهم غير دشيش في دماغتكم الدشيش اللي انتو بتتكلموا عليها اللي هي الدرة الصفرة الدرة الصفرة قطرها زيادة عن اللزوم بيعمل دهون لان طبعا ديت حاجة من الدرة الصفرة من الانواع اللي هي العلافات او من نوع الحاجات اللي هي بتعمل دهون عند الفراخ وعند البط فتقفل لهم المكان اللي تكتر الدهون في المنطقة طبعا اللي هي بتبب منها فتلاقيها تكتمت كده ومعادتش عارفة لبيت ولا حاجة وتقطع عن قده فانا الدشيش اللي انا بعملها يا جماعة هقولها لكم تاني دوا بيبقى كسر رز مع ردة مع دورة صفرة مع علف الحاجات دي كلها بتبقى مخلوطة على بعض بسويها على النار وبعد كده بطلعها لهم ياكلوها يعني بطبخها بالزبط زي الرز وبعد كده بقوم اغداها مطلعها لهم طبعا بعد ما تبرد اطلعها لهم فوق ياكلو منها طبعا الكلام ده في العصر طبعا زي ما انتو شايفين كده طبعا الحمام هو الزغلولة ها ما شاء الله ربنا يبارك يا رب هي كان في بيضة واحدة بس اللي طلعت والبيضة التانية تقريبا كانت فاضية شايفين ما شاء الله يعني حاجة كده جميلة بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب انا عاوز اقول لكم انا مليش مهتمية بالحمام المهتم بالحمام جوزي ابو زياد وابن زياد يعني هما المهتمين بالحمام قوي يعني انا بصراحة ما بعرفش رب بالحمام يعني ومليش يعني ايه معرفلوش يعني بصراحة ربنا فانا حبيت اقولوكو الزغلول اهو شايفينو ما شو الله جميل ربنا يبارك يا رب عاوز اقولوكو بقى ان العين التانية كده يعني انا والله ما شفتهاش هو كان جوز وهو بعمل يعمل في العشرة وينضف فيها وكده ويحط لها المشمع وكده بيفتح العين اللي تحت تلاقى في حاجات يعني بصوا هتشوفوها دلوقتي يعني ما شو الله ربنا يبارك يا رب ربنا يبارك انا هورها لكم اهو شايفين بصوا اتلاقيت البطة بايدة طلب بضاتة هيت ما شو الله طبعا دي بيض البطة الجعجع البيضة فما شو الله ربنا يبارك يا رب شايفين فانا سبتهم لعلة وعسى هي ترقض عليهم لان طبعا الدروفات ما رقادتش فانا سبتهم لها كده بحيس ان هي بيضة بقى عارفة المكان اللي هي بتبت فيه طبعا لو هي بقى ما رقادتش بقى ممكن اخدهم بقى اوزحهم على البطة اللي هيبقى رائد باذن الله وهنا طبعا العشة كده ديت كان السلك التحم التاكل فابو زياب برضو عمل لي كده قفل هالي بالمشمع كده قال لي برضو تبقى مكان للبطة ان هو يرقض فيه او يخش مثلا يدخل مثلا يستخب من الهوى او يعقض مثلا من الهوى وكده زي ما انتم شايفين اهوت بص طبعا بقى كان فيه كمية كياس على السطح طيرة من قلب الشارع بصوا كمية شايفين العشة بتعمل ازاي انا اول ما طلعت الصبح جعست تلاقيت البطة اللي هي كانت رائدة تلاقيتها محطوطة على السطح في وسط البط وتلاقيتها سايبة الرائدة بتاعتها والمشمع طير في الشارع وكانت بصوا كانت حالة من العاجة بالصبح فطبعا لمت كل الحاجات دي كده وجهستها اه زي ما انتم شايفين شايفين طبعا انا بس ببريكم النخل وكمية الهوى قد ايه يعني ربنا يسطر اعوز اقول لكم ان في دلوقتي يومين شداد جدا جدا في نوة او في نسبة هوا جبيرة جدا جدا طبعا انا عاوز اقول لكم ان انا كنت سايبة البطة على السطح وكنت خايفة جدا اللي هو يعيق او يحصل له حاجة فيعني ربنا يسطر طبعا عليه فزي ما انتم شايفين طبعا الكارتونة دي برضو الكارتونة دي كان فيها ايه كان فيها الفراخ الالف هموز صغيرة اه انا طلعتها من تحت من البيت وطلعتها على السطح بحيس ان ما البطة يطلع بازن اللي حط فيها طلعت تشوفتها بالمنظر ده كده ما نشعارفة بقى البطة اللي قسرها كده وقطحها ولا الهوى ولا ايه يعني ما نشعارفة بصراحة فزي ما انتم شايفين طبعا الحاجة تدرى بتقلب هيت فانا طبعا ببتدي برضو مع ابو الزياد ان انا لم الحاجة كده واشيلها وعملها وربنا يوفقنا ويوفقكو جميعا يا رب طبعا زي ما انتم شايفين كده هوا دوت الروتين بتاعي عاوز اقول لكم ان انا كنت طالع على الساعة 9 الصبح على السطح نزلت تقريبا الضهر او ساعة ادنى الضهر بس عاوز اقول لكم كمية هوا جديدة جدا يعني بصوا حاجة كده فوق ما تتخيلوا هوا جامد 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 وشوية والشمس تروح وشوية والشمس تغيب يعني بصوا كان حاجة من الصبح كده الحمد لله وكمان عاوز اقول لكم كنت اقول ايه الله مصلى عن النبي انا طبعا النهار ده يوم الجمعة ما بفطرهمش خضار يعني مش بحط لهم خضار خالص بحط لهم كده بطبخلهم اكل بيبقى عند مثلا من يوم الخمس اكل فايد حاجات مندي عيش هرسة بيت حاجات مندي بطلع حطها لهم وعلى العصرية كده بقمت بخلهم حلي الدشيش كده ومطلعها لهم بطلعها لهم فوق وبعد كده بقى يكلوا منها وكده النمل فراخ وكده انا حطت لها علف والفراخ اللي بيدا برضو حطت لها علف والبطل هرق ده برضو حطت لها علف كده ايه وقفلت عليهم بحيث ان هم ايه ببعد عن البرد وكده عشان ما يتعبوش ان طبعا تعارفين ان الفراخ من النوع الضعيف والمناعة بتاعتها ضعيفة من النوع اللي هي بتاعية بسرعة فانا قفلت عليهم كده وسبتهم هم بقى طبعا ورزقهم وربنا يسطر طبعا وربنا ايه ايه دي من الحال بس هو ده وكان الفيديو بتاعي اه لو عجبك الفيديو ووصلت مع الحدي هنا متنسيش انك انت تشترك في القناة وتفعال الجرس وكمان تحط لايك للفيديو اهم حاجة يا جماعة بالله عليكم حط لايك للا اشوفكم بازن الله على فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة